الخيار العسكري في اليمن انتهى الى طريق مسدود يكاد يعلن عن نفسه بالفشل هذا الموقف جاء هذه المرة على لسان الموالين للتحالف العربي او ما يسمونه تحالف دعم الشرعية الشرعية التي تنازلت عن دورها بحسب ما صرح به كل من احمد بن دغر وعبد العزيز جباري المواليين لهذه مقرين بان حرب التحالف على اليمن مزقت المجتمع ودمرت البلد منحرفة عن مسار عاصفة الحزم الجباري وبندغر اطلقا دعوة الى مصارحة الشعب اليمني بالوضع الكارثي الذي آلت اليه الحرب من الجوع والفقر والمرض وانهيار العملة وانتشار الفساد والمخالفات واضاف في بيان مشترك ان الوحدة اليمنية تتعرض اليوم لتدمير ممنهج ومقصود وممول بن دغر هو رئيس مجلس الوزراء اليمني سابقا النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام اما الجباري فهو نائب رئيس مجلس النواب التابع لهادي والامين العام لحزب العدالة والبناء اي ان الرجلين يشغلان مناصب رفيعة في صف التحالف السعودي لكن مواقفهما جاءت معاكسة تماما لحلفائهما ورئاستهما فالرئيس هادي وفي كلمته في الذكرى الرابعة والخمسين لاستقلال اليمن حافظ على تصعيد الحرب ضد صنعاء بالتزامن مع عشرات الغارات التي تستهدف صنعاء والحديدة وغيرهما من المحافظات بشكل يومي اما ردود فعل المقربين فوصفت بيان الجباري وبندغر بالانتهازي الخلاصة انقسام واضح وحاد في قيادة هادي والتحالف يعكس حالة يأس وتخبط في صفوفهم وما بيان اليوم سوى اشارة الى حقيقة تبرزها المعطيات الميدانية العسكرية والاقتصادية والاجتماعية في مناطق سيطرة التحالف اشتركوا في القناة